اشتاغ انا الحق ثقافتي موصلتش لدرجة نايا طيب شنقولك انا نقرأ اليوم ونكتشف شن هو المليار الذهبي هو المليار شخص اللي حبوا ينقصوهم او بالاحرى يمحيوهم من على وجه الكرة الارضية كما قلتش البسيطة لان ندخل فيها في بيلي لو عكستي لا اصبتي اه ملياري بشقد ويمنع اه لزمو يقعد معتها ثمانية مليارات اسمو يتيح ورتفع سبع مليارات ويقعد مليار الذهبي لا يشي قوية في المليار الذهبي لعد خاطر انا اكتشفت هاليوم المليار الذهبي هو اللي يحبوا يخليوها على وجه الكرة الارضية هذي الكل حط الناس على عصابهم على خطر بالحق هذة الناس اللي قاعدة تقرأ فيه وتشوف فيه دونك زلزل المغرب فيظانت درنا كيف قص الضو البرح ناس كل قلق خلطين على الجماعة على فكرة او برشة ناس يحسيبوه زلزل يقوله لكلماتي زر لاوي فيه لضو دونك في انتظار الاضاحات والتفسيرات متاع الدولة خاطر لزمنا نعرفه ونفهمه خاطر حقنا في المعلومة دونك نيجي نعملو دورة فيه شنو قالوا الناس على فيسبوك على تويتر ولا اكس استغرام ما قصش عندهم زو دجا بدايو يحظروا في المولد دونك على رواحهم دونك فما شكون قالك دانييل طفى زو دانييل دونك تغاشش طفى الزو داو يخصي مغان كنت حط الزو اشتاق الزو في فيسبوك تطلقى ستتولي ونين يقولك الزو قص ستتولي بعضو يقولك الزو عود درجاع بعضو يقولك الزو عود قص عدينا الليلة دونك مهد يقول تونس ما هيش بتاع كل يوم برجولي على قصان الزو فما غاسين شغران يقول اخت الفدل كشكون مختص يعطينا تفسير منطقي كيفاش الزو يقص على 24 ولاية في نفس الوقت وقت كل ولاية او كل زون عندها الموالدات الخاصين بيها كيفاش صارت العملية جسما علما وانها صارت تقريبا مرة والمارتين في تاريخ تونس يقص الزوم مرة واحدة على 24 ولاية تحب تعلق ليه مش صحيح اللي اللي كل ولاية عند الموالدات متاحها هو العملية تصيناع الكهرباية تم بحاجة انتاج الكهرباية تم يعني بروسيس كاملة فهمتها وفهمة بركة يعني موالد بركة هو موالد متع رادسه الكبير برسو سنترال متع رادس هي الاكبر هي الاكبر فيما فما بعد تصير ديسباتشينك في الولايات الكل خميس خياتي نعفو ناقد سينما يقلك عاجل في تونس ترقد يقصوا عليك الزوم خلينا فيقين سكالي يدينو يقول لك ظهر لي تفاعدوا الزوم على تونس كامل لو بش يعطيونا مفتح طائرات ويقولونا اقصدو ربي إذا اللي تحب علي التوينس فما شكون قال بيرسين كوداس قال الامي ربي فضلها بسيطة برشا اللي قلقها في الحكاية الكل كيفش السردوك العربي اللي مخبيطه في كونجلاتور الفرجيدير بش تعمل بيه كوسكسي نهار المولد بش يفسد فيها سخانة بعد ما ضاو قصلي لكاملة وصلج بدا يذوب والاخر يحكيلي على نظريات المؤامرة كيفش قصد ذاو بش يعملوا انقلاب ويعودوا يفكوا البلاد وبش يهربوا درشكون مالحبسوا كيفش شافوا ضاو أزرق في السمال يهو متاع الزلزيل والأرض مسطحة وغزوا فضاي ويجوج وميجوج بش يخرجوا بالحق في وقتنا البساطة ولا تعمل ولا تنعمل ما تتشرش بالفلوس بربي تنويه هذي الفقرة ساخرة بربي ما تاخذوش وبرومي دوغري ولا تقول فيه كله سخرية نقرأ في استاتوية شكون يعرف ياهود شكون يعرف المغنواخ راح فيها جده في هذا فما شكون يطلع طوى يسمع يقول لك يحكيوا بجدهم الجماعة راي ساخرة الفقرة ساخرة فهمها استاتوية منقول نقلته رابعة من الرمضان تقول البارح الدنيا تقلبت لا استنى هذي مش منقول بالحق هذي كتبت البارح هذي الدنيا تقلبت ما قعدتش على الظو كيفاش قص تقول اول مرة اولا انا على خاطر اول مرة يقص الظو على تونس الكل الناس تتضجر مسخانة مظلم ومن الانترنيت اللي قصت والصبر ما فاميش لكلها طهبت شفام ما شفام ما وتفارك فيهم وانا استغراب يزيد كان انتي تضجرت من سويعات بليش ضو مسخانة ومظلم وبليش نيت اللي هما عندك لوكس معناها ولا حق طبيعي في عوض يكون حق طبيعي معتها لوكس عن الناس اخرين ما عندهمش هذ الكل وعايشين في السخانة وفي ظلم ومن غير انترنيت وبالنسبة للناس اخرين الثانية متع ذو هي حياتي وريكة للبهرج والميديات والمستوي ما يسوا شي قدام صغير يتنفس بماكينة ما زال لها دقائق وتقص ويعجز اكبر طبيب قدام هالوضع ويتفطر قلب الام وتراها ولدها يموت قدام عينيها وتجم تعمل حد شي كل حد كيفاش عاشها الليلة وفهم اللي ما فيق بحد شي لكن كترا موقف كيف هكا متجم تكون الحمد لله وعمرك لا تتمنى روحك تكون في بلاصة الام هذي والشي ذي جي ظليم وسخانة قدام موقف كيف هكا دونك ولينا ولينا شوية ندل ومعتها تقول هي على فكرة وتطرح السؤال كذلك وقت اللي يقص الضو ما صير الناس اللي في خاصة مش اللي نحكيه مثلا في ولا في سبيترات اللي من المفروض عندهم اللي يخدموا وقت قص الضو لكن فما اللي في ديارهم لأنه الناس ما تتجمش الناس اللي تدخل في غيبوبة المدة طويلة مش بضرورة بشي قدامة في لأنه مكلفة جدا من العملية فما اللي يبدوا في ديارهم وقت اللي قص الضو يقاروحهم للأسف في وضع كارثي وهذا صار برشا راول برح بضبط بحج جورنان فانتكات جورنان بالإين هكا فانتكات هي اللي نقلت عن طبيبة تقريبا أقسم بالله تقول لعمري ولا في الخيال أنا ريم ريم أنا ريم بعزي ودليل نتوقع لين تحط في موقف كيما لي صار الفجر كيوقف الجروب والظو ما زال ما رجعش كي تشوف وجوه الفرامل والطبق سلموا أمرهم لله والرعش اللي صارت الدكتور الماكينة ما زال لها أربع ساعة وتسكت وما رجعش وقت شوف تبيب حط يديها على رأسه ويقول لك الله غالب معنا ما نعملو أقسم بالله العظيم تقول هي ثلاثة مرات تمانيت تتشقل الأرض وتبلعني لنشوف ولدي يموت قدامي مخنوق أنك قدام ولدك تمثل القوة والله لا توقع تروحي قوية لهذا الدرجة دونك هي أولية سمحوني أنك تضحك في وجه ولدك وتقوله أرقد 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 ولدي أعطى فيه ثقة ورجع أرقد ما تخافش ماكينة بالباتغي تخدم وهو في الحقيقة ما زلها أربع ساعة وتسكت نقعد طول حياتي بتأني بالضمير أنه ولدي أعطى ثقة فيه ورقد ما تهنيه هو في الحقيقة الماكينة ما زلها أربع ساعة وتسكت وذا وما رجعش وفي قلبك تقول يا لطيف بعد يرجع ضو حالة الفرحة فالطوبة وقت يرجع الضو يميمتي على الرعب اللي صار في الإنعاش البرح هذه الأسف عينة صحيح بقدر ما فما سخرية في البداية من قصان الضو بقدر ما فما زاد وضعيات إنسانية مؤلمة جدا مؤلمة جدا وقت اللي فما أنا ربيتراج عبارة قدامك الله لا يقدر على أي كان كائن عزيز عليك قدامك ومربوط تبقى نكون تغبوغ عبارة وهذا اللي ما نحبوش حتى حد يعيشو بطبيعة الحال الله لا يعود علينا مشاكل من نوع هذي هجر أخر ستتشو نرجع ولا يذول من عرش ترجع للسخرية ولكن ما تحبوا فما شكون رياض سامع اللي على تويتر قال لكم علش ما تنظروا كان لنص الفرع من الكسم متنظروش لنص الممتلي علش ما تحكيوش على إنجازات مجلس الشعب اللي اللي رزن وبطل اللعب علش ما تحكيش على شركات الاهلية اللي بش تحقق فوائد الميزانية علش ما تحكيش على رفضنا للقروض وتعويلنا على الذيت ومنهرتها ما عادش الغبز يتلوح ولا يبيت ما عارش يحكي بجد ولا يفدك الله يانا بصراح الستاتيوب ما فهمتوش تلمو في درجة عالية جدا في علوة شهق فهمت عالية جدا على الدرجة عالية جدا ليانا بصراحة ما نجبش الركز معنا شكرا لك هاجر بوجما بشيولي الثبات باهي توتسويت قبل